اليوم سنتحدث عن الملتيكاس والملتيكاس راوتينج بروتوكولز. في هذا الشابتر زي ما قلت سيكون في عنا شغلتين. بالبداية نحاول نتذكر مع بعض الـ Class D IP Address إذا تذكروا في بدايات المادة قلنا إنه في عنا different راوتينج بروتوكولز as different Classful IP Addresses فمن ضمن الـ Classful Addresses هدول قلنا في عنا what's called Class D قلنا هذا reserved for Multicast الآن في الملتيكاس عشان يعني نفهم idea of multicasting نرجع نتذكرها مع بعض كنا قلنا سابقا إنه يعني من أيام الـ Networks لما كنا نصنف الـ Communication لـ Three main بارت إما نقول الـ Communication بيكون one-to-one unicast or one-to-many اللي هو multicast أو one-to-all اللي هو broadcast فالملتيكاس هو بيجي in-between ما بين الـ Unicast وما بين الـ Broadcast الـ Broadcast أسهل اللي هو بيعطينا one-to-all وعادة يعني ما بده يعني شغل كثير على اعتبار إنه كل راوتر لو إجته packet for example to broadcast will take it and broadcast it من كل الـ Outgoing interfaces تاعته بالمقابل لما نحكي Unicast Unicast زي بالمثال اللي أمامنا لو كان عندنا source عادة قلنا منسمي one-to-one يعني راح يكون في عندنا one source and one destination موجود على network 6 فاللي بنعرفه طبعا عادة إحنا إنه إذا كان في عندنا packet to be delivered by router R1 راح توصل مثلا عن طريق الـ Interface for وبعدين will be forwarded من خلال interface 3 الآن الـ packet لما توصل لـ router 4 again نفس الشيء will be forwarded من توصله من interface 3 وبعدين يعمل لها forwarding من خلال interface 2 2 الآن إذا من قارن هذا الكلام مع الملتيكاست المقصود قلنا إنه يكون one-to-money يعني راح يكون في عندنا more than one destination والآن مقارنة في البرودكاست قلنا بيكونوا كل المشينز اللي موجودين مثلا على كل النتوركس هذول راح يكون في عندنا destination فبهاي الحالة راح يعني نعمل برودكاست من كل الـ outgoing interfaces الآن شو لي بيخلي الملتيكاست يعني something different وبحاجة اللي قدام شوي إننا نتكلم عن multi-cast routing protocols خاصة لهذا الكلام خذوا السيناريو التالي الآن أول شيء قلنا حنبدأ إنه في عندنا some destinations out of all فبالتالي راح يكون في عندنا يعني على النتورك اللي شايفينهم هايلايتد بالأصفر في عندنا three destinations هذول الآن should receive the same packet الآن على هاي الباكت لما تطلع من source هتوصل للراوتر R1 الآن عند R1 راح يكون الـ input interface اللي هي four وبعدين في عندنا اللي هو الـ outgoing interfaces اللي ممكن تطلع منهم هاي الباكت الآن لاحظوا إنه في هاي الحالة الباكت اللي وصلت للراوتر R1 المفروض إنها تطلع من different interfaces إذا بدنا نوصلها لـ different destinations يعني بمعنى آخر the same packet will be forwarded من خلال interface 2 حتى نقدر نوصلها للـ destination الأول ونفس الباكت will be forwarded من R3 بعد ذلك حتى توصل للـ final destination ونفس الباكت اللي بدأنا فيها بـ R1 will be forwarded للـ interface 3 طبعا نلاحظوا هون الـ input هي one packet will output two packets فعلياً اللي صار عند الـ router إنه it does copying يعني it will copy the same input packet راح يعمل منها copy ويبعث one copy من خلال interface 2 one copy من خلال interface 3 هذا الكلام ما كنا نشوفه بالـ unicast لأنه كنا بس نعمل forwarding لنفس الباكت اللي موجودة عنا الآن في حال إنه بدنا نعمل forwarding بالمالتكاست we have to copy the packet على داخل الـ router على two different interfaces so this is the first difference between doing unicast routing وبين doing multicast routing لاحظوا الآن بالنسبة لـ R4 نفس المبدأ راح يعمل copy للباكت ويعمل لها forwarding from two different interfaces لأنه بحاجة إنه الباكت تروح على الـ destination من خلال interface 1 وبرضو من خلال interface 2 طبعا هاي الأشياء الآن نحكي عنها in general راح نبدأ الآن بهذا الـ chapter يعني in more details نفرجي هذا الكلام كيف بصير يعني على سبيل المثال إذا إجا destination جديد الآن و joined المالتكاست طبعا نرجع الآن بعد شوي بالمادة لما نتكلم عن المالتكاست راح نشبه المالتكاست ب زي المالتكاست إذا أنت كنت joining هاي الليست فمعنى ذلك إنه راح تقدر إنك تريسيف باكتس من هذا على هذا الإيميل اللي هو بيكون إيميل مشترك للكل راح يكون زي مالتكاست آدرس نسميه هذا الأدرس اللي احنا نقدر نعمل من خلاله اللي هو ال ال وقلنا أنه بالوضع الحالي الراوتر R1 should know أنه في عنده two interfaces لازم يعمل من خلالهم forwarding بينما الانترفيس 1 ما في أي destination interested بهاي الباكت فit should not copy one more packet من خلال انترفيس 3 لكن لو بعد شوي يجى واحد من الماشينز اللي موجودة على هذولا ال two networks من جهات R2 وعمل join لهاي ال group رح نسميها multicast group معناته الآن بدنا طريقة الراوتر يعرف R2 إنه في عندنا members الآن اجداد رح نسمي multicast group بداخلها members اللي هما الناس اللي تابعين لهذا ال address وبالتالي بدنا طريقة الآن إنه نخلي هذولا الممبرز يعطوا message بطريقة أو بأخرى لR2 إنه we are members وبدنا نستقبل هاي الملتيكاس packet زي ما عملوا هذول ال two members استقبلوا packet من R4 بعدين بدنا R2 الآن يتواصل مع R1 بطريقة أو بأخرى وبنفس الوقت يصير يعمل forwarding لR2 من خلال interface 1 يعني يصير يحسب حسابه زي ما حسب حساب R3 و R4 طيب لو بعد شوي الممبر اللي موجود هون من جهة R3 lift the group يعني بطل part of this list طيب معنى ذلك إنه بدنا طريقة أول شيء R3 to stop forwarding packets من خلال interface 1 لأنه بطل في members على هذه الnetwork وبنفس الوقت بدنا طريقة نخلي R3 يتواصل مع R1 برضو كمان to inform R1 إنه I have no members anymore وبالتالي you should stop forwarding packets من خلال interface 2 لRouter R3 إذن بتلاحظوا إنه joining والleaving لهاي groups it's somewhat أو يعني بيسموه بالعادة dynamic ف you join you leave the group معنى ذلك إنه الرouter بدو يعمل update شو هما الانترفيس اللي يستخدمهم as outgoing interfaces مين هما next hub بالنسبة إلو اللي قاعدين بتغيروا زي ما أنتم شايفين حسب الممبرز اللي join و leave فهذا اللي بيخلينا نقول إنه unicast different than multicast the routing table اللي رح نشوفه بعد شوي داخل ال routers will be different كل هاي الامور يعني بتعطينا خلينا نقول يعني reasons why we need different multicast protocols to manage to manage these groups اللي احنا عمالنا we create to join or to leave بشكل dynamic لان ممكن تقدم للأمور اللي رح نحكي عنها بهذا الشابتر الان اذا اجا واحد يجرب يقارن الملتي كاست مع اليوني كاست او بما يسمى ب الملتيبل يوني كاست شو المقصود بالملتيبل يوني كاست المقصود بالملتيبل يوني كاست هو انه اجي واخذ نفس الباكت اخذ نفس الباكت واعمل الها او خلينا نبدأ بالملتي كاست ناخذ نفس الباكت زي ما قلنا قبل شوي ونبدأ من هاي الباكت نعمل بالشكل اللي كنا نعمله قبل شوي طبعا لاحظوا الآن احنا نفترض انه في عنا دستيناشن وهدول ال دستيناشن اللي موجودين عنا هون واحد منهم و الريسيف اباكت وكلهم موجودين ع نفس الگروب راح نسمي بعد شوي الگروب راح نقول في عنا جروب ون في عنا ممكن يكون طبعا نفس الهوست جوين مور دان وان جروب وبالتالي اذا عمل جوين لنفس الگروب كان مجموعة من الهوست زي هيك عندنا مثلا جروب ون هذول الهوست كلهم عليها فبالتالي كلهم راح يستلموا the same copy of the packet طيب لو اخذنا الان multiple unicast في multiple unicast ايش الفكرة الان انه بدل ما نعمل عن طريق ال forwarding انه نقول انه هاي multi cast packet ونحط فيها multi cast address راح نعمل regular unicast يعني ناخذ نفس البacket نعمل منها duplicates على source وبعدين بس نغير destination address طبعا destination هما نفسهم الاربعة هدول بس لاحظوا هون ما راح نتعامل معاهم على انهم كلهم لهم نفس group address وانما كل واحد راح نتعامل معه بال actual destination address تبعه اللي هو unicast فالآن أسوأ عمل four copies من البacket راح ياخذ packet يعمل لها forwarding لا d1 يعني يبعث ها ل d1 وبعدين طبعا و bucket راح تروح ل d2 يعني كلهم هذول three ناخذ نفس packet و نطلع منها two copies الآن لا ناخذ 4 packets two packets راح يطلع من هاي الانترفيس لأنهم راح يروح باتجاه d1 و d2 two packets راح يطلع من هاي الانترفيس باتجاه d3 و d4 again هذول two routers بالlevel الأقل الآن نفس الشيء they will forward the packet to d1 and d2 و نفس الشيء بالنسبة d3 و d4 إذن فعليا هون what we did is unicast إذن احنا عملنا unicast لل packet وبهاي الحالة راح يعمل forwarding بشكل normal وكأنه يعني ما عملنا اشي له علاقة بال multicast هذا بيسموه multiple unicast اللي هو عبارة عن لما نقول multiple unicast يعني نتكلم عن إنه بنستخدم pure unicast الرouter نفسه هذا it's not يعني necessary to be aware of multicast by the way لقدامي شوي راح نشوف إنه الرouter يعني هل هو support multicast or not if it supports multicast معنا we can do this إذا عنا routers يعني are not aware of multicast يعني فقط بيستخدموا unicast فمعنى ذلك إنهم راح يستخدموا unicast العادي وبهاي الحالة موجود يعني بالإنترنت اللي هي فكرة إنه نعمل إحنا multiple multicast multiple unicast بدون ما نضطر إنه نعمل اللي هو unicast أو broadcast اللي إحنا بالعادة بنعمله الآن إذا إجينا على two scenarios هذول وقارننا بينهم بنلاحظ مثلا في حالة multicast وزعنا copying على routers يعني كل router لما يحتاج إنه to copy a packet it will copy it بال مكان أو حسب الانترفيس المناسبة بينما إذا نتكلم عن unicast فإحنا حطينا كل overhead أو خلينا نقول load على source نفسه فبالتالي الآن هذا source رح ياخذ ال رح ياخذ ال IP packet ويعمل منها duplicate إذا نلاحظ هون ال IP packet نفسها نعمل منها duplicate وبالتالي رح توصل لكل الماشينز اللي أخرى من خلال copying اللي صار على source itself وليس من خلال routers طبعا بهاي الحالة load بيصير على source ممكن طبعا يصير فيه delay بال receive لل packets لأنه على source نفسه the generation of the packets ما رح يكون بشكل تلقائي فراح نجهز مجموعة packets وبعدين نطلعهم بطريقة sequential فبهاي الحالة ممكن يكون فيه عنا more delay لكن control أكثر لأنه I know exactly مين هما destinations اللي أنا مودي لهم أما في multicast I need first أنه يكون عندي multicast router زي ما قلنا وبنفس الوقت أنه أنا مش ضروري أعرف بالضبط كل destinations يعني buy address وإنما بكفي يكون عندي فقط the group address حتى أقدر أعمل create لبكت أو send as regular IP packet الapplications لل multicast طبعا كثيرة لكن in general usually if we have information وبدنا نحاول أنها تdistribute هاي الinformation ل certain clients for example فممكن هذول الكلients يكونوا موجودين ب group وبالتالي we forward or we disseminate ال information لها الgroup وأي client joining this group يعني خلين نقول مشترك بهاي group will receive information نفسها teleconferencing طبعا باعتمد على فكرة multicast اللي هو multi party بحيث أنه مجموعة من users يعملوا conference وعندنا طبعا فكرة distance learning اللي هو one to money اللي هو بيكون في عنا يعني جاي one instructor وبيكون في عنا multiple destination اللي هما يعني certain students يستقبلوا الآن إذا رجعنا مرة ثانية لل multicast address فتذكروا كنا تكلمنا بالclassful عن class D address اللي هو range تبعه من 224 إلى 239 هسا أي IP address بهذا الرange يفترض أنه هذا يستخدم فقط for multicast it shouldn't be used for unicast or for a host يعني ما بصير نعطي host IP address بهذا الرange طبعا تذكروا كنا نعمل reserve لأول أربعة bits بهذا الكود 3 ones zero وإذا منحط all zeros بيطلع معنا 224 بال28 bits المتبقية أو منحط all ones بيطلع معنا 239 الآن فعليا الclass D address بيختلف عن other unicast addresses أنه ما في عنا هون إشي اسمه net ID وhost ID لأنه فعليا ما لهم معنى أنه يكون في network part وhost part لأنه اتفقنا هذا بيستخدم just as group address يعني هو فعليا ما بيكون خاص بمشين معينة بhost معين ولا بnet work معين الآن الجزء المتبقي 28 bits هاي بنسميها group ID بعض الأدريس من هدول يعني زي بالpart الgroup ID ممكن طبعا نبدأ ب all zeros أو all ones لكن فعليا في بعض الأدريس خلينا نقول reserved for control traffic وعادة ما بصير نستخدمهم for regular group هسا ال IP بالعادة يعني اللي بتكون other than these وفي طبعا يعني list زيادة عن هدول بس هدول يعني من الأمثلة على reserved multicast addresses اللي هما يستخدموا for specific protocols فعلى سبيل المثال 224 all zeros هذا already بيسموه زي base address كيف network address اللي بيكون عنا all zeros هذا غير مستخدم هون نفس الشي it's reserved and called base address الآن إذا منحط الادرس مثلا 224001 هذا يسموه all systems هذا بيشبه broadcast على نفس النتورك زي limited broadcast بس بس الفرق بس الآن هذول الماشين اللي متكلم عنهم all systems اللي هما host and routers يعني they are supposed to support multicast يعني الأصل إنه إذا كانوا هذول الهوست وال routers support multicast يعني they can accept multicast frames فمعنى ذلك إنه أي ماشين موجودة على هاي النتورك support multicast will receive a copy في عنا address بنتهي ب dot 2 هذا بيسموه all routers لاحظوا كل ال routers اللي موجودين على نفس النتورك هذول بالعادة they join by default أول ما نشغل ال router هذا ال router بيعمل join لهاي group وبالتالي إذا أنا في عندي packet بدي أحاول أو ميسج بدي أحاول أوصلها لكل ال routers اللي موجودين على local network وما بدي hosts to process this packet فبإمكاني أستخدم هذا IP address في عنا protocols لقدام رح نتكلم عنهم خاصين في الملتي كاست بس خلينا ناخذ من الأمثلة السابقة زي ال osbf تتذكروا قلنا في osbf إنه لما يجي راوتر بدو يعمل multicast أو بدو يعمل broadcast أو flooding ل update معين وبدو إياها توصل لكل osbf routers اللي موجودين عنده على local network فبالتالي لو فرضا على نفس ال network كان في rib routers وفي osbf routers running أو مثلا bgb كمان معاهم فبهاي الحالة راح توصل ال packet and process only by osbf routers على أساس إنه by default osbf routers usually they join هاي اللي group مع بعض rib مثلا routers they join different group فكنا تكلمنا برضو إنه rib version 1 بيستخدم broadcast بينما rib version 2 بيستخدم multicast فthis is a group address خاص بrib routers لقدامي شوية طبعا راح نتكلم عن other protocols مع routers زي l-IGMP protocol زي PIM protocol it's a multicast routing protocol DM VRP protocol again it's multicast routing protocol PIM l-IGRP هذا قبل شوية ذكرته في بداية المحاضرة لما قلنا إنه في protocols other than OSBF or rib فكل مجموعة من هذول ال-Routers usually they listen على group address خاص من هاي reserved addresses وبالتالي أي packet send على هذا multicast address will be received by these routers الان لما نيجي نكتب إحنا يعني by default مثلا نيجي نكتب مثلا address 230 dot something هذا بيكون within the range of multicast and we can create a temporary group ويكون مثلا ال-joining إليها عبارة عن clients عاديين الآن إذا إجينا بدنا نعمل delivery لباكت على physical network رح نشوف إنه في عندنا نوعين من networks في عندنا يعني physical network supports multicast زي Ethernet support multicast وبالتالي it has multicast addresses وفي عندنا مرات الروتر نفسه بيكون بالإنترنت does not support multicast أو physical network اللي موجود عليها مثلا الروتر does not support multicast فبهذه الحالة we have to do it by unicast زي ما رح نشوف لقدام بس إذا أخذنا الآن network زي Ethernet which supports multicast it means إنه بدنا نعمل mapping from IP multicast address Ethernet multicast address تذكروا بالunicast كنا نستخدم protocol زي الARP protocol ونعمل mapping نقول مقابل كل IP address في عنا unicast مقابل كل unicast IP address في عنا اللي هو unicast Ethernet address أو MAC address الآن نفس الشيء في multicast الآن أنا عندي IP address multicast IP address بنعرف طبعا المulticast IP address قلنا في 4 bits محجوزة بيضل لدينا 28 bits هون بنسميها group ID الآن حتى نقدر نعمل delivery على physical network بدنا نبني Ethernet frame طيب لما نبني Ethernet frame الآن شو بنحط في destination MAC address هذا Ethernet frame المفروض يكون بطريقة أو بأخرى عبارة Ethernet address associated مع multicast address طيب كيف بنعمل convert transform or translate من IP address ل multicast ل Ethernet address الآن هون ما في multicast يعني protocol خاص يستخدم زي الARP إني أجي أسأل أنا إيش Ethernet address لهذا multicast address IP address وإنما بيلجأوا ل المابينغ التالي بيأخذوا أول 23 bits من IP address multicast address وبيستخدموها as is في Ethernet address هستذكروا معي IP address 32 bits أول أربعة طبعا دائما محجوزات 1110 وبعدين تركنا 5 bits مع منا لهم مابينغ وأخذنا فقط أول 23 bits الآن إذا يجينا على Ethernet address نعرف إنه مكون من 48 bits الآن أول 25 bits بالإيثرنت بتكون محجوزة بكود معين اللي هو الكود هذا اللي شايفينه بالبايناري لو حولنا لهكسة بطلع 01005E الآن إذا أخذنا 23 bits من IP واستخدمناهم زي ما هم في 23 bits هون وهدول ال25 bits ثبتناهم على هذا البايناري كود الأدرس اللي بيطلع معنا بنسميه multicast address لمين لهذا الIP address فلما نيجي الآن بدنا ناخذ الIP packet ونعمل منها multicast packet بدنا نعمل منها multicast Ethernet frame راح نحط في destination MAC address هذا الأدرس فهذا راح يكون خاص بهذه الgroup الآن بتلاحظوا إنه 25 bits في Ethernet address معناها إنه أول 24 bits اللي هم بيعطونا يعني لحد هاي 24 انسوا هذا 0 بيطلع معنا 24 bits بيعطونا exactly 01005E الآن إذا منحط all zeros هون بيطلع معنا all zeros هون طبعا إذا منحط all ones انتبهوا راح نحط all ones ب23 bits وليس ب24 bits يعني الbit 24 هي دايما reserve 0 فلذلك هون بتلاحظوا ظهر عندي 7 instead of f لأنه كلهم بأخذوا f طبعا لأنه يعني منحط ones إلا بآخر hexa digit اللي هي الأربعة bits هذول راح يكون ثلاثة منهم ones وآخر واحدة الرابعة راح تكون 0 لأنها دايما fixed على zero بالمالتكاست address تبعي Ethernet الآن الشغل اللي بنعرف ها إنه أي address زي ما كنا نقول قبل شوي في IP أي address بيبدأ في 224 لحد 239 قلنا هذا reserve for multicast نفس نفس الشيء الآن في Ethernet أي Ethernet address بيبدأ بالcode 01005E كمان هذا reserve for multicast يعني يعني we shouldn't see المفروض إنما نشوف على Ethernet card ل host ما راح نلاقي multicast أو ما راح نلاقي Ethernet address أو MAC address بيبدأ بهذا الكود 01005E فهذا دايما reserve for multicast حسا بتلاحظوا إنه 23 bits هذول بيتغيروا بحسب IP address الآن إذا فكرنا فيها هل من الممكن إنه يكون عندي two different IP multicast IP address والاثنين يعطوني نفس Ethernet multicast address يعني بالوضع الطبيعي بالunicast بنفترض إنه relation one to one كل IP address فيه إلو one mac address الآن هون إذا بتفكروا بال five bits هذول اللي ما عمنا لهم mapping ممكن إنه يكون في عندي two IP addresses multicast طبعا الprobability by the way قليلة إنها تصير لكن ممكن إنها تصير إنه يكون عندي two IP addresses multicast بيبدأوا ب one one zero طبعا وبيشتركوا مع بعض بأول 23 bits وبختلفوا مع بعض بهذول ال five bits الآن فعليا لو إيجينا أخذنا هذول two different IP addresses وعملنا لهم mapping بهاي الطريقة راح يطلع معنا the same Ethernet multicast address for two different groups لأنه مختلفوا بهذول ال bits اللي ما دخلوا في الماب هذا بيعني إنه ممكن الhost توصله Ethernet frame ويرفعها يعمل لها forwarding لل IP protocol على إنها يعني جاي لهذا الhost على إنه part of this group بس فعليا الIP protocol لما يطلع على الgroup address اللي موجود في ال IP header راح يلاقي إنه بيختلف عن الgroup اللي هو joining ففعليا الفلترينج راح يصير على group add على IP protocol بدل ما يكون أو على network layer بدل ما يكون الفلترينج على data link layer بالوضع الطبيعي we do the filter إنه أنا already this packet for me or not يجولي بنعرفها من خلال data link layer لما أشوف frame وأشوف destination address إذا كان إلي بأخذها إذا مش إلي ما بأخذها لكن بهاي الحالة راح يأخذها على مستوى data link layer يفترض إنها إلو لأنه لقى match بأول 23 bits لكن المشكلة إنه it's different group على مستوى IP فبالتالي لما توصل لل IP protocol it will filter إنها هل هي فعلا لنفس الgroup ولا لا 10 bits exactly لكن بيختلف فقط في 5 bits فلو أخذنا ها ك probability إنه 5 bits out of 28 bits يكونوا مختلفات وهذول دائما متشابهات يعني from probability point of view راح تكون الاحتمالية قليلة جدا but it could happen الآن لو إجينا على مستوى network أو routers they don't support multicast usually they use tunneling التunneling هو إنه ناخذ multicast IP packet ونحطها داخل unicast IP packet ونبني لها header جديد unicast header وبهاي الحالة منصير نعمل forwarding لل packet على إنها unicast فبالتالي الـ routers راح يشوفوها unicast إذا كان الـ router does not support multicast فرح يشوفها as unicast packet بس فعليا لما توصل للـ router الآخر اللي شايف الـ IP تبعه بالهيدر راح يفتح الب packet ويلاقيها multicast ويعمل لها processing as a multicast packet so usually يعني we use tunneling هذا في حال إنه عندنا network does not support multicast يعني بالنسبة للإيثرنت ما في داعي نعمل هذا الكلام لأنه by default we can map الـ IP address لإيثرنت address الآن هذا النوع من من التنال اللي بنعمله بيعملوا الـ routers بين بعض هدول الـ routers الـ grey routers هدول عبارة عن multicast routers they can communicate with each other حتى لو كان الـ routers in between عبارة عن فقط unicast routers يعني they don't support multicast يعني لو شافوا class D address they cannot process the packet في هاي الحالة بنعمل what's called logical tunnel زي قلنا عنها قبل شوي R1 الآن حتى يقدر يوصل المulti cast packet لR2 رح ياخذها ويعمل لها encapsulation داخل unicast packet ويحط destination فيها R2 وبالتالي الآن هذول الـ routers in between لما توصلهم البacket بيشوفوا انه destination هو R2 فبالتالي they will forward it as regular unicast packet رايحة لR2 لما توصل لR2 الآن R2 الآن will see the packet لأنها وصلة إله فرح يشيل unicast header يرجع يلاقي multicast packet اللي ممكن يعمل لها مثلا forwarding لR4 بشكل مباشر طالما انه الnetwork بينهم هون support مثلا multicast أما for communication ممكن R2 to reach R3 ممكن انه packet to travel through unicast routers زي هون ممكن R4 يتواصل مع R3 directly عن طريق multicast packet لكن إذا كان زي ما قلنا network in between or the routers in between they don't support multicast we can send it as unicast هون تفصيل أكثر للي صار بين R1 وR2 فعليا في عنا payload part في IP datagram multicast packet الoriginal source طبعا تبعها اللي هو source اللي طلع هاي البacket واستخدم group address معين في destination هذول الS والG هما source IP address والdestination IP address اللي هو group address class D الان R1 رح ياخذ هاي multicast packet ويعملها وكأنها كاملة الIP header مع الIP payload يعتبرها كلها عبارة عن payload ل new IP datagram ويبني لها IP header جديد ب source address IP address هو R1 ascender والreceiver R2 البacket زي ما قلنا رح توصل الان لR2 من خلال path هذا وR2 الان رح يرجع يشيل هذا header الخارجي unicast ونرجع ناخذ multi-cast the actual multi-cast packet ويعمل لها forwarding حسب routing table اللي عنده طبعا قلنا routing table الان لقدام شوي بالماد رح نذكر انه the unicast routing table فعليا بيختلف شكله عن multi-cast routing table لأنه زي ما قلنا عادة we forward the packet from different interfaces معناته في عندي more than one next hub هذا رح 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 نشوف ها يعني ك major difference ما بين multi-cast routing table والunicast routing table في المادة القادمة نرجع مرة ثانية كيف البروسيس بتصير انه الراوترز بدهم يخبروا بعض عن هاي الممبرز اللي قلنا they can join and leave dynamically ها نقسم ال propagation لهاي الinformation كيف الراوترز يعرفوا عنها على مرحلتين المرحلة الاولى بنسميها local والمرحلة الثانية global المرحلة local هي المرحلة اللي بيكون فيها collecting للinformation عمستوى local network وال global المرحلة اللي بيتم فيها ال propagation بين الراوترز يعني قبل ما اكمل هون رح ارجع اذكركوا بأول السلايد بدأنا فيه لما تكلمنا عن الملتي كاست فالآن اذا بتذكروا بهذا المثال كنا قلنا انه الراوتر R3 should know انه في عنده منبرز على هاي النتورك وبالتالي it should forward من خلالها من خلال interface 1 وما في عنده منبرز على interface 2 وبالتالي it should not forward or copy the packet على interface 2 بالمقابل R4 it should know انه في عنده منبرز على interface 1 وبالتالي it should forward the packet to interface 1 network اللي موجودة على interface 1 attached مع interface 1 and it should forward another packet copy منها على network اللي attached على interface 2 طيب كيف الراوترز الآن عرفوا عن هذول الممبرز هون رح يكون هذا الاشي local لانو الراوتر attached على هاي النتورك من خلال الانترفيس فالكومنيكيشن هون منسمي local communication على مستوى local network هذول رح ينعملوا عن طريق protocol خاص رح نبدأ فيه اسم ال IGMP Internet Group Management Protocol So this protocol to manage the group اللي هي مين اللي already joined the group وبالتالي it should receive from specific interface ومين اللي not joining وبالتالي it should not receive فالمرحلة الاولى بتكون انو الراوتر اللي بيكونوا على مستوى منسميهم مرات local routers اللي بيكونوا connected directly مع هاي network attached directly هدول they will run IGMP protocol فبيصير الان الهوست اللي موجودين على هاي ال network communicate with this router local router تبعهم if they join they will send a join message لهذا ال router او يبعثوله زي report رح نحكي عنه لقدام message انه we are part of this group فبالتالي هذا router الان بيصير زي ما بيقولوا بيحسب حسابهم بال forwarding اذا اجت الان اذا network وبطل في عليها ولا member part of this group معناته ال router رح يبعث هو بالعادة رح نشوف بعد شوي انه بيظل يبعث زي probing message يعني بين فترة وفترة بيظل يبعث message يسأل anybody interested بgroup 1 anybody interested بgroup 2 anybody interested بgroup 3 لانه ممكن يكون في عنا اكثر من multi cast address رح نسميهم groups وبالتالي اذا ما في عندي groups interested ب ما في عندي members interested ب group معين على كل network the router will stop forwarding من خلال هاي الانترفيس اذا هذا على مستوى local انو الراوتر عرف مين هما الممبرز من خلال protocol رح نبدأ في اسمه IGNP protocol طب المرحلة الثانية الان انو بدنا الother routers اللي موجودين الان زي R1 وR2 وR3 up to the source بدنا اياهم كمان يعرفوا مين هما الراوتر اللي I should use as next hub ومين الراوتر اللي I should not use as next hub هون بيجي عنا المسجز اللي exchanged بين هذول الراوتر هي messages of multicast routing protocols فعليا الرouting protocol زي المسجز اللي شفناها بال unicast بين مثلا النابور رب مسجز أو بين ال OSBF روتر نسميها الupdate message أو link state update هون نفس الشي رح يكون في عنا messages exchanged بين الراوتر حتى كل روتر يعرف مين هو ال next hub routers تعاونه وبالتالي يبني الملتي cast routing table تابعه based on this information هون رح يكون الشغل على مستوى routing protocol من سميه multicast routing protocol إذا نلاحظ رح يكون عنا two different protocol نستخدم protocol رح نستخدمه على مستوى local من سميه igmb و protocol رح نستخدمه على مستوى global بين الراوتر من سميه multicast routing protocol من نرجع نرجع مرة ثانية ال basic idea رح يكون في عنا igmb protocol وقلنا هذا رح يكون ما بين الملتي cast router اللوكل مع ال ال network مع ال ورح يكون في عنا على مستوى global communication ما بين الراوتر نفسهم to propagate the information and build their own multicast routing protocols رح نبدأ بال igmb protocol وبعدين ننتقل على multicast routing protocols في المادة ال igmb اختصار ل internet group management protocol هذا البروتوكول موجود من ناحية TCP IP stack موجود في network layer و زي مبدأ ال icmb رح ناخذ igmb message اللي هي بده يبعثها مثلا الhost لل local router يخبره انه i want to be part of this group او لما الراوتر يبعث message يسأل من interested بهذه الgroup هاي رح نسميها igmb message هاي المسج كيف رح توصل من الراوتر للhost او تطلع من الhost باتجاه الراوتر رح نعمل لها encapsulation جو ip packet وبعدين طبعا الip packet رح تتحول ل encapsulate جو ethernet frame بعد ما تمر بال arp الان igmb protocol support something called source specific multicast شو يعني source specific multicast يعني كيف نشبهها بالmailing list انت لما يكون عندك مجموعة mailing lists بامكانك انه او مثلا على اليميل بامكانك انه مثلا بعض السورس تعتبرهم بالblack list يعني تصير اي ايميل بوصلك من هذا الspecific source بيروح مباشرة على الجنك وممكن تعمل باليميل client تعمل مثلا زي whitelist انه اي packet جاي من هذا السورس مش لازم تروح على الجنك نفس المبدأ هون ال igmb راح نشوف من خلال exchange بين الhost وال local router تبعهم ممكن الhost يطلبوا من الراوتر مثلا to block traffic جاي لهذه الgroup من specific source عادة في الملتكاست source ip address يعني السورس اللي بدي يبعث لgroup it's not necessarily to be part of the group يعني انا مجرد ما عندي زي باليميل انا اذا عندي المailing list لما جموعة i can send email لهم حتى لو ما كنت انا بال mailing list لكن حتى استلم email على هاي المailing list لازم انه السيرفر يكون ضايفني المail سيرفر يكون ضايفني بال mailing list هاي نفس المبدأ في الملتكاست اذا انا بدي استلم ip multicast packet لازم انه ال local router يضيفني على ال group انه يعني يعملي forwarding واذا ما كنت بال list i will not receive this multicast packet بالمقابل السورس بإمكانه يبعث لهاي ال group حتى لو ما كان منبر فيها لان حتى نمنع بعض السورس انهم يبعثوا ل group معينة بإمكاني انا اعمل زي blacklist اقول مثلا هذول ال specific sources ما بدي يعني to receive anything from them فبالتالي ال local router من خلال IGNB message will filter the packets قبل ما يعمل لهم forwarding من outgoing interfaces ونفس الشيء ممكن اعطي لل router whitelist اقول انا فقط هذول هما السورس اللي بدي تعملي forwarding للمulticast packets منهم any other source ما بدي استقبل منهم فبرضو ال router بعمل filtering اي packet جاي لهذه group اذا مش جاي من هذول السورس اللي موجودات عندي بتاب خاص رح نحكي عنه بعد شوي معناها I should not forward any packets اذا مش جاي من هذول السورس تحديدا رح نصير نسميهم زي ال whitelist وال black list اللي بال email ال IGNB messages نوعين اما بتكون ما يسمى بال membership query يعني router هاي عادثا بتطلع من router بسموها query يعني router بيسأل بعمل request مين هما ال machines اللي interested بهذا group address هسا ممكن يسأل بأكثر من طريقة ممكن يبعث query ب different format ممكن يبعث ها بشكل بسموه general انه يسأل anybody interested by any group لان شو نتوقع من ال hosts اللي موجودين على local network انهم يبعثوا reply بنسميها membership report فالآن اي host joining مثلا group one رح يبعث membership report i'm interested in this group هسا اذا كان الhost joining مثلا two three four groups يعني زي تخيلوها مثلا انه عامل join لفيديو وعامل join لأوديو فممكن يكون في عنده audio session شغالة على group وvideo session شغالة على group او ممكن يكون هو نفسه joining multiple video groups وبالتالي ممكن انه يكون عنده different group addresses interested فيها هسا ممكن الhost يبعث بالreport اكثر من group address رح نشوف بعد شوي كيف وانه interested مثلا by the following group addresses ممكن يبعث الrooter بدال general query يبعث اشي اسمه group specific انه يسأل عن specific group مين interested بهاي الgroup تحديدا again الreport رح يكون رد على هاي الgroup انه انا interested or not بهاي الgroup ممكن الrooter يبعث anybody interested by this group وبنفس الوقت يبعث list بالsources انه هذول السources الان مين interested فيهم to block or to add يعني اما استخدمهم as white list or black list فممكن السؤال يكون بأكثر من طريقة اما general or group specific or group and source specific يعني اسأل كمان عن sources معينة if anybody interested بهاي السورس either to be in the black list or the white list هاي الفورمات العام للمنبرشيب query message اللي اللي هي انه نبعث query message الان to send a query message راح يبعث الروتر بهاي الفورمات سواء كانت general or group specific or group specific and source specific فقط اللي احنا عاملين لهم highlight هون هما اللي بدنا نحاول انه نركز عليهم فلو اجينا اخذنا الفيلز هذول منلاحظ في البداية في عنا اشي اسمه response code response code it means لو فكرنا فيها الان لما انا ابعث query واسأل عن specific group او general query كل الhost اللي موجودين على local network اللي وصلتهم هاي الquery message راح يردوا على الراوتر حتى ما نخلي كل الراوتر يردوا مع بعض منحدد بالquery message what's called maximum response code maximum response code المقصود فيه انه بحدد الراوتر maximum time before sending the response يعني معنى اخر لو حدد value 10 as مثلا 10 seconds معناها بتوقع استلم reply من اي host موجود على local network اللي انا بعثت عليها هاي الكويري بتوقع استلم reply within 10 seconds بس مش بالضرورة كلهم يردوا علي بنفس الوقت فبالتالي كل host بيستلم هاي الكويري رح يختار random number between zero and 10 وبناء عليه يرد لما هذا الوقت يجي يعني بمعنى اخر اذا انا باعث maximum response code اللي هو عبارة عن مثلا time 10 معناها ممكن router to select random number between zero and 10 يكون 5 معناها رح يرد على هاي الكويري after 5 seconds host ثاني بيختار random number between zero and 10 طلع 8 معناها رح يرد after 8 seconds واحد ثاني يختار random number طلع مع 1 معنا ذلك انه ما رح نعمل زي نوع من congestion على local network انه نخلي كل الهوست يردوا مع بعض على الراوتر فبهاي الحالة بنوزع الresponse تبع الهوست خلال فترة 10 seconds هاي كيف منحدد الرقم قلنا في عنا maximum response code الراوتر الان اذا ما سمع من هوست او من حدا خلال هاي الفترة بيفترض انه مثلا ما في حدا interested مثلا ب group معين الآن زي ما قلنا ممكن انا اسأل عن group معين وممكن ما اسأل يعني اخلي السؤال general فراح نشوف الآن هذول الthree fields كيف من استخدمهم بال three different types of the query message انه هل في عنا group نسأل عنها او السؤال general هل في عنا sources نسأل عنهم ولا بس بدنا نسأل عن group قلنا sources هذول اللي نسأل عنهم هم عبارة عن unicast addresses لأن عشان نميز the group address is multicast address بينما sources هذول هذول عبارة عن unicast address يعني ل specific hosts or machines وبالتالي احنا بس بدنا نشوف هذول sources to consider them زي ما قلنا بال white list or black list هاي الثلاث حالات اللي عنا للquery message قد تكون general طبعا في general بتلاحظوا في عنا هون all zeros all zeros هذول اللي بعكسوا الرقمين هذول الgroup address بيكون all zeros وال number of sources all zeros فلما sources بنعتبرها general query طيب اذا بدي اسأل عن specific group بس ما في عندي specific sources اسأل عنهم فحط group address وبخلي number of sources zero فبيظهر group address اللي هو ملتي cast address وبيكون number of sources all zeros فبهاي الحالة بيكون سؤالي فقط عن group معين anybody interested in this group or not إذا بدي أسأل عن specific group مع specific addresses خاصة بهاي group يعني they can send على هاي group فبحدد number of addresses هون لأنه هذا variable هذا variable فبالتالي based on this number يعني قديش عدد sources بيكون عندي عدد ال addresses اللي رح يظهروا فحددنا مثلا عدد معين من addresses يكون موجودين هون هيك أنا بسأل عن group معين group specific وبرضو source specific addresses members membership report اللي هو reply اللي بتيجي أو response من host لل routers بيحدد فيها عادة الhost لgroups اللي هو interested فيها قلنا إنه ممكن يكون interested بأكثر من group بالذات لما تكون general query فيقول أنا interested مثلا ب two three four groups بيمكن يجمعهم كلهم الgroups هذول ويحطهم بone report message طبعا الgroups هذول بيجمعهم على شكل records أول شي بيحدد the number of group records يعني قديش group هو بده يخبر عنهم وفي داخل كل record بيكون في عنا معلومات عن الgroup address فأفرض أنا في عندي two groups I'm joining و interested إني أخبر الrooter عنهم فرح أعمل two groups بحط هنا two بيكون في عندي two records كل record رح يكون بداخل المعلومات التالية الملتي cast address اللي أنا interested في وإذا في عندي specific sources أنا interested to receive from or not to receive from بحدد هم وفي عندي record type اللي هو من اسمه type لل record يعني معنى آخر the type for the sources هذول sources أنا حطيتهم ك list بس لسه ما بين معي هل أنا هاي list بدي أعتبرها زي white list يعني I'm interested to receive from this list of sources ولا I'm interested not to receive فهون record type هذا رح يحدد رح يكون نوعين mainly يا include يا exclude فإذا كان الكود يعني include معناها إنه هدول السورس زي كان هم white list وبالتالي I'm interested to receive from them لهاي specific group معناها أي سورس آخر المفروض إنه أنا يعني implicitly I'm not interested to receive from أما إذا كان أذكر type exclude معناها هاي list of sources I should exclude them من receiving وبالتالي أي سورس آخر غير هذول اللي أنا أعتبرهم زي كأنهم black list أي سورس آخر أنا مستعد أستقبل منه على هاي الجروب وهذول بالذات will be filtered and blocked by the router ف record type هو اللي بيحدد إذا كنت أنا I want to include هذول sources or to exclude them فعليا record type هذا field ممكن ياخد six different values هما mainly values تبعات record type mainly include or exclude زي ما قلت قبل شوي بس ممكن include or exclude تتغير خلال session يعني بداية أول ما أبدأ أنا ببدأ بtype 1 or type 2 يعني بتكون بسموها current state record يعني بحدد المود زي ما قلنا include or exclude فإذا حطيت أنا value 1 هون معناها I want to include هذول يعني زي كأنهم white list إذا حطيت value 2 معناها I want this list to be considered excluded يعني زي كأنهم في black list بالإيميل الآن later on صرت أعمل update على list ففي طريقتين إنه بدل ما أظني أبعث list كاملة من أول أب جديد بإمكاني أعمل عليها نفسها update بطريقتين اللي هو بستخدم فيها codes يا ثلاثة وأربعة يا خمسة وستة طبعا دائما two codes عشان واحد يكون for بستخدم code three or four بكون أنا قاعد بعمل change على filter mode الفلتر mode يعني إنه list نفسها of addresses هدول source addresses أنا ما بدي أضيف عليهم أو أشيل منهم يعني I don't update the list itself وإنما بس قاعد بعمل update على المود تبعها يعني موجود address أنا كنت حط include الآن I want to change it address وبدي yeah to be changed to include يعني already can exclude I just put the type three وبحط فقط addresses هون اللي أنا بدي أغير المود تبعهم يا مثلا من include ل exclude يا من exclude ل include So source already يعني هذا l-address موجود في list الأصلية اللي أنا بدأت فيها إذا بدأ أعدل على list itself يعني to add new source or to block source already موجود فهون بقدر أستخدم code five or six يعني five to include و six to exclude فلاحظوا دائما إحنا يعني على جميع الأحوال إما we include or exclude من list بس بظل الآن الفرق إنه أي code أستخدم أو value بيعتمد على current state اللي أنا فيها فإذا كانت for the first time I report about this list بستخدم type one or two إذا كنت list موجودة I just want to modify mode اللي هو الفلتر include exclude I can use type three or four كvalue إذا كنت بدي أعمل update على list itself فبإمكاني إنه مجموعة معينة من السورس أضيفهم أو أشيلهم من خلال type five or six الآن هذا تلخيص للrecord types اللي هما قلنا في حالة مثلا الفلتر mode we change the mode إما to include يعني already بيكون exclude الفلتر منعمله include أو بيكون include ومن حوله to exclude في حالة source list زي ما قلنا إما بيكون عندي include list to add عليها أو exclude list to delete from نفس المبدأ لblocking إما بيكون to delete from include list or to add على exclude list لأن المرة القادمة إن شاء الله رح نكمل على موضوع ال-Igmb وتحديدا نشوف كيف ال-host بيبني ال-group membership report message وكيف بيعمل لها send لل-router وكيف ال-router بيعمل لها processing وبيعتفض بال-state عند كل network or interface إنه مين اللي أعمل لهم blocking ومين اللي أعمل لهم forwarding حسب source list اللي بتكون طالعة من ال-host فالمرة القادمة رح نتكلم عن تفاصيل how to build this membership report message وكيف بنفس الوقت كمان ال-router عادة بيبعث query message هذا بيكون إن شاء الله يعني بداية المحاضرة القادمة إن شاء الله في أي سؤال استفسار لحد هاي النقطة ياتي كنا شكرا